السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تفسير الأحلام سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية بيع الزهب في المنام سواء للرجل أو المرأة أولا ما معنى رؤية بيع الزهب في منام المرأة المتزوجة إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تبيع قطعة من الزهب فهذا يدل على أن هذه المرأة سوف تحصل على كثير من الأموال وأيضا سوف تحصل على وظيفة في مكان عمل مميز ومرموق أما إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تبيع سلسلة مصنوعة من الزهب فهذا يدل على زوال جميع الهموم والمشاكل التي كانت تواجهها في حياتها إن شاء الله أما إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تبيع خاتم أو دبلة الزواج المصنوعة من الزهب فهذا يدل على حدوث بعض المشاكل في حياتها الزوجية أما إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تبيع أكثر من قطعة زهب فهذا يدل على أن هذه المرأة سوف تجد السعادة والاستقرار والحب في حياتها الزوجية أما إذا رات المرأة المتزوجة في منامها أنها تبيع الزهب بمبالغ كبيرة فهذا يدل على تخلصها من الهموم والمشاكل في حياتها الزوجية وزوال الهم والحزن من حياتها والله تعالى أعلى وأعلم تفسير حلم بيع الزهب في المنام للمرأة الحامل إذا رات المرأة الحامل في منامها أنها تبيع الزهب ويظهر على ملامح وجهها الفرح والسعادة فهذا يدل على أن ولادتها سوف تكون ولادة طبيعية سهلة خالية من أي تعقيدات وأنها سوف تكون هي ومولدها بصحة جيدة أما إذا رات المرأة الحامل في منامها أنها تبيع المصنوعات الزهبية فهذا يدل على أن جميع الهموم والمشاكل التي كانت تواجهها سوف تزول بإذن الله تعالى إذا رات المرأة الحامل في منامها أنها تبيع خاتم مصنوع من الزهب فهذا يدل على أن الله سوف يرزقها بولد أما إذا رأى المرأة الحامل أنها تبيع سلسلة مصنوعة من الزهب فهذا يدل على أنها سوف تمر بفترة من التعب والمشقة في فترة الحمل والله تعالى أعلى وأعلم تفسير الرؤية بيع الزهب في منام الشاب أو الرجل إذا رأى الشاب في المنام أنه يبيع إسويرة من الزهب فريدة من نوعها فهذا يدل على السعادة والخير والبركة في حياة المستقبلية وإذا رأى الشاب في المنام أنه يبيع قطعة من الزهب يدل على أن الرأي سوف يحصل على عمل مميز وسوف ينال مكان مرموك في عمله أما إذا رأى الشاب في المنام أنه يبيع قطعة من الزهب وهو يشعر بالفرح والسعادة فهذا يدل على أن الرأي سوف يتخلص من مشاكله التي كانت تقف أمامه والله تعالى أعلى وأعلم وإذا رأى الرجل في المنام أنه يتصدق بقطعة من الزهب فهذا يدل على التوبة والتقرب إلى الله والتخلص من الزنوب والمعاصي تفسير رؤية بيع الزهب في المنام للعزباء إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تبيع الزهب ولكن كانت تشعر بالحزن والضيق فهذا يدل على أن الله سوف يحل جميع أحزنها ومشاكلها وسوف تجد السعادة في حياتها وإذا رأت الفتاة العزباء في منامها خاتما مصنوعا من الزهب فهذا يدل على اقتراب موعد زفافها من شخص يتمتع بمكانة كبيرة بين الناس أما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تبيع زهب لمحل بيع الزهب فهذا يدل على أن أحلامها التي سوف تسعى إليها سوف تتحقق بإذن الله أما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تبيع زهب قديم فهذا يدل على أن الله سوف يرزق هذه الفتاة بعريس مناسب سوف يجلب لها كل الهنى والسرور أما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تبيع زهب مقصور فهذا يدل على أن هذه الفتاة على علاقة بشخص يريد لها الضرر ويجلب لها الكثير من المشاكل والله تعالى أعلى وأعلم تفسير رؤية بيع الزهب في المنام للمرأة المطلقة إذا رأت المرأة المطلقة أنها تقوم ببيع الزهب في المنام فسوف تكون حياتها ممتلئة بالسعادة والفرح والأمل أما إذا رأت المطلقة أنها تبيع إسورة مصنوعة من الزهب يدل على أنها سوف تسمع أخبار سعيدة سوف تساعدها وأيضا يدل المنام على قرب هذه المرأة من الله وطاعتها لله عز وجل أما إذا رأت المرأة المطلقة في منامها أنها تبيع خاتما مصنوعا من الزهب فهذا يدل على أن الحياة الزوجية لهذه المرأة سوف تكون سعيدة ومستقرة سواء كانت مع زوجها السابق أو مع أي شخص غيره والله تعالى أعلى وأعلم وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته